بالأحرى زرعة الموت من الفاعل ومن المستفيد ومن يكذب أن قوة جيش الليبي لا تحارب في الإرهاب ستجد ما لا يخضر على قلب بشر في قنفودا التي زرعت بشكل كامل من الألغام بطريقة عشوائية وبأعداد كبيرة منطقة قنفودا التي تتحصن بها الجماعات الإرهابية تزرع الألغام تحوفا من دخول قوة جيش إليها وكشف المؤامرات التي أحيكت على الوطن وعلى مدينة بنغازي بما أنها تعتبر المعقل الأخير لهذه الجماعات مفرزة الهندسة العسكرية في المحور الغربي تقوم بفتح ثغارات لقوات الجيش وفتح طرق آمنة على منطقة قنفودا لتسهيل الطريق للقوات المسلحة كثرتها والطريقة العشوائية التي زرعت بها هي العائق الوحيدة أمام القوات المسلحة ولكن بفضل هؤلاء الأبطال تفكك الأعداد الكبيرة منها بشكل يومي واكتشاف الطرق التفخيخ المتنوعة التي تزرعها داعش في بنغازي وللمزيد من التفاصيل حول بنغازي